لوقت الصالة هيخرج ومحتاجة توضى وصل بسرعة عشان ما يخرجش الوقت ايه الحد الادنى من الوضوء الا توضاه ويكون وضوء صحيح بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجع في فيديو جديد انا هتوضاهو المياه نازلة من الحنفية اول حاجة بعملها بخسل الوجه الوجه كله مرة واحدة من منمة الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمة الودن اليوم الى شحمة الودن اليسر تعمم الوجه بالماء وبعد كده تخسل ايدك من اطراف الاصابع الى المرفقين تعد المرفقين كده مرة واحدة تبتدي باليمين وبعد كده الشمال من اطراف الاصابع الى المرفق تعبد المرفق وتتأكد ان المياه وصلت كلها مرة واحدة تلاتة اللي انت تمسح الشعرهو مساحت الشعرهو كله اربع بخس الرجلية لكن دي الرجلة هي في حتتين برزين العظمتين البرزين ده لازم اعديهم واخسر رجلية كلها مرة واحدة وعد كده الشمال مبروك انت توضيت يلا صلى عشان تلحق الوقت ايه ده طيب المضمضة والسنشاق سنة على الراجح طيب البسملة قبل الوضوء سنة على الراجح طيب انت مراحتش وجد بشعرك دي سنة انما لازم تعمم الايه الشعر بالماء على الراجح طيب مسح الاذنين سنة على الراجح طيب ثلاث مرات الوش والايد سنة على دي سنة والفرد مرة واحدة السنة ثلاث مرات طيب تخلين الاصابع اليدين والرجلين سنة كل كلمة بقولها يا اخوانا مدروسة ومحسوبة مش بقولك وخلاص طيب انت ليه بتقول لنا كده عشان فيه ازمات ساعات زي ما قلتلك هياخر وقت الصلاة فلازم تبقى انت متعلم كمسلم الواجب والسنة اه الاصل بنعمل الواجب مع السنة لكن الوقت ما بنحتاج نعمل الواجب بس لضيق الوقت او نحو ذلك يبقى انا عارف الحد الادنى اللي انا اعمل به دعم الفيديو بشير ولايك وكمنت شراك في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم